تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع مجموعة أرامفر أرب في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريدي الرسمية في العراق لو أنت مدريدي ومش متوقع أنه هذا اليوم كان حييجي في فترة الإصابات وضغط المباريات واستنزاف اللاعبين فإنت إنسان إيجابي متفائد بهنيك جدا على إيجابيتك وتفاؤلك لكن أيضا بقول لك هارد لك لأنه صار التعثر اليوم هنحكي كثير بتفاصيل تعثر ريال مدريد مع السلسداد بعد ما تشتركوا بقناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وبنبدأ بعد قليل في البداية ما كان في أي مؤشر بيخلي المباراة سهلة على ريال مدريد بلعب مع خامس الدوري بلعب مع واحد من أفضل أربع دفاعات بالدوري مع واحد متعادل معه ذهابا ومش خسران من 51 يوم والمؤشر الخامس كان واضح إصابات عديدة وضبط مباريات كل شيء كان يقول المباراة مش هتكون سهلة هتكون معقدة وهذا فعلا اللي صار ريال مدريد بدأ بالتشكيل مش كثير فيها مفاجأة إلا منح فرصة لأسكو بعد مباراته الجيد اللي عبها مع أطلنطا وأيضا ثلاث الوسط نفسه اللي حذرت في الماضي وكنت أيضا قلقان إنه حينهار بدنيا ربما أمام أطلنطا لكن صمن ووقف في اليوم الصعب واليوم إجا بيّن إنه بدأت علامات الإرهاق تظهر عليه وأثرت في حين سوسيداد لعب 4-2-3-1 متعود عليها بنفس الإسلوب ونفس النهج لو بدنا نحط هيك أسباب كيف قدر سوسيداد يعثر ريال مدريد حنحكي السبب الأول إنه سوسيداد فاز فعليا في معركة التحولات ولما أقول تحولات من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع من الدفاع للهجوم يعني لما كان ريال مدريد تكون معها للكرة ويرتد ريال مدريد كان يسلم هذه المعركة لسوسيداد خصوصا في الساعة الأولى قبل ما تصير تبديلات خط الهجوم ليش؟ لأنه أسنسي وإسكو موجودين صعب جدا يكون ارتدادك سريع فشفنا كثير مواقف الكرة عم تسبق كل اللاعبين فبتجد مندي لوحده مرتد أمام 5-6 لعب من السوسيداد مريان هو واحده مرتد أمام 5-6 من السوسيداد فكعنات المرتدات ما إلها معنى فالتحول من الدفاع للهجوم كان مريح جدا لفس السوسيداد لأنه معنى أني بقدر أخذ الكرة وأيضا من الهجوم للدفاع السوسيداد لما كان يوقف على الكرة كان يتفاجأ أنه ضغط لعيبة ريال مدريد مش المعتاد الضغطهم القوي مش هو نفسه فكان عم بيصعد بالكرة التمرير الأولى الثاني فيه شوية تشكك يعني شو اللي عم بيصير بعد أن ما بيشوف نفسه إلا صار في منطقة ريال مدريد هذا خلى الكرة أكثر مع السوسيداد وفيه فترة من الفترات تقريبا أول 20 دقيقة كانت خمسية بالمية بخمسية بالمية وأيضا خلى السوسيداد عم بيتنفس كل شوية وخلى ريال مدريد عم بيطار يرجع أكثر كل شوية هذه المعركة كانت أساسية في شيء أخر الريال تقريبا أعتقد حصل 13-14 ركنية لعيبة السوسيداد اليوم قدموا مباراة عظيمة في الهواء في الكرات الهوائية عظيمة جدا لا فاران ولا كاسيميرو كانوا عم بيقدروا يكونوا مرتحين بالكرة آه وسطهم أكم من كرة لكن بالنسبة لكمية الكرات اللي كانت يقرب منهم لعيبة السوسيداد قدموا أداء باسل جدا وأيضا هذه البسالة كانت موجودة في المواقف الدفاعية العادية لأنهم كانوا عم بيقدروا عكوا الكرة ما بيسمحوا لأي تزديد تروح مريحة حتى بلقطة الهدف موافقوا يروح بدون ما تلمس الكرة بأحد منهم كانت هذه القتالية لافتة أما السبب الثالث فإنه ريال مدريد ما استفاد من فترة سيطرته في اللقاء اجت له أكمل فرصة في الشوط الأول ولما تكون مرهق أكيد جدا لازم تسجلي بسرعة وإلا حتشير الأمور اتلف ضدك هذا اللي صار اليوم يا عواج جننتنا مرهق ومرهق انت قاعد بتحجج وبتطلع أعذار ريال مدريد بالضبط بس خلونا نتفهم إحنا بنتكلم عن ثلاثي عم بلعب باستمرار من الفترة طويلة هذا أول معطى واحد منهم عمره 35 سنة يعرفش مجوز صار 36 هذا أول سبب منطقي الشيء الثاني هل اليوم شفتوا نفس ضغط الريال بالثلاث الوسط كالعادة للأمان لا أبدا لما يغسر الكرة أبدا هل شفتوا كم لقطة كان فيها تمريرة غريبة يعني كروسي مرر ركنية للاعب من سوسزاد بالغلط مندي ما يعرفش هد الكرة موادرت شتفلت منه الكرة هو لوحده هل لاحطوا هذا الشيء أكثر من المرة عم بتكرر مع بعض اللاعبين اللي استنزفوا وما بتقدر تنب المدرب لأنه استنزفهم لأنه ما عنده خيار أخر لا واضح فالإرهاق اليوم كان جزء أساسي من التعادل وكان شيء طبيعي حيصير وأنا شخصيا كنت متوقع يصير بأطلنطة في الذهاب صراحة ومنحظكم أنه التوقعي ما زبط في أول 15 دقيقة مروا علينا هيكا بهدوء واثنين بجس ونبض بس فيه شغلي واضحة كانت جهة ريال السوسداد اليسرى اللي هي اليمنى اللي هي المدريد اللي فيها فاسكس وأسنزيو عم بتدخل لمنطقة جزاء ريال المدريد مرتين وبإحدى اللقطات كان في شبهة ركل الجزاء بس مش المهم ركلة الجزاء الآن المهم أنه في المرتين كان مر يال لعب السوسداد عم يفلك لوحده وهذا نتيجة أنه دعم أسنزيو الدفاعي محدود للغاية ومن هناك بدأت هجمة الهدف للعلم بتاع السوسداد اللي سبب التعثر إيه وهذا الشيء بخليني دائما أسأل طب أسنزيو إذا ضحيفة ماركا اللي معروفة إنها رفع علم إسبانيا لكل لاعب بلشت تتكلم أنه أرقام الهجومية مش مقنع أحد لا بالصناعة ولا بالتسجيل ولا بالتسديد ولا بشي يعني حتى طب ودفاعيا هو سيء بالعكس هو حمل على الفريق طب شون بخليه يستمر؟ ما بعرف لفت انتباهي من النقاط الإيجابية في ريال مدريد نوع من الأفكار الهجومية اللي اتطبقت اليوم بشكل واضح كنا نشوف دائما إنه إسكو أو أسنسيو أو بشط يعني مين مدينة كان في الملعب أخي نحكي الأطراف اليمنى كانت تلقف بين أنصاف المساحات يعني بين الظهير وقلب الدفاع وكانت تتقدم ولما تجيها الكرة كانت دائما تترجحها للخلف وهناك دائما في لاعب جاي إما يسدد أو ينطلق شوفنا ناتشو كروس انطلقوا بنفس الإسلوب في شط الأول وفي شط الثاني كانت فيه تزديد خطيرة لرودريغو وهذه التثلاث فرص أو أربع فرص بنفس الفكرة فكرة ما شوفتها كثير هذا الموسم من ريال مدريد كان مختلفة وهذا اللي كان مطلوب لما يغيب كريم بالنسبة لأسكو ما بقدر ألومه على الشط الأول قدم شط أول ممتاز جدا للعلم من حيث القيمة التكتيكية طبعا بدنيا وسرعة بنعرف يعني لسه عم بيرجع وأصلا هو عمر ما كان هذا اللاعب لكن كان دائما يظفر نفسه كحيار تمرير وبأكثر من تمريره صنع فرصة دائما موجود يربط بين لاعب ولاعب بين الوسط والهجوب كان لعب جيد جدا في شط الأول شط ثاني واضح جدا أنه صابه كان نهيار بدني مفاجئ طبيعي جدا أنه عن الساعة بيرجع للعياق بالمباريات وهذا الشيء استدعى خروجه حكيت في حلقات ما بيبدي أعيد الأسنسو لما يلعب على جهة لازم اللي يلعب على الجهة الثاني يكون لعب زي جونيور لعب سريع لعب منطلق لعب يرتد وإلا الفريق حيخسر تماما مسألة الارتداد وإلا الفريق تماما حيصير يمين وبيشبه يسار هذا الشيء ما بيزبط حتى بإيدينا إحنا يعني لو الأصابع بيشبهه بعض بنفس الترتيب ما حنا يعرف نعمل شيء في حياتنا من الأفكار أيضا اللي لاحظناها ريال مدريد في شط الأول كان دائما لما بيصعد أمام ضغط سوسيداد يرجع كروس كقلب دفاع ثالث ويصعد من عنده للأمام هذه الفكرة في شط الثاني اختفت نتيجة الارهاق اللي صار يصيب كروس دائما المطار يرجع بعدين المطار يقدم هذا الشيء طبيعي صار كاسيمانو ريال يرجع أكتر في الشط الثاني وأيضا نتيجة أنه هدف سوسيداد أجبر ريال مدريد أنه لازم يكروس يقرب أكتر للأمام عشان يحاول يكون ناحية الإبداعية تحت الفريق أقرب لمنطقة الجزاء الخاصة إيمانولا الواسية المدرب ريال سوسيداد عمل موقف ممتاز في الشط الثاني بدايته هو شعف شط الأول شعر بإرهاق ريال مدريد وبنفس الوقت عرف لو ظلوا يدافع بهذا الشكل حي يجي الهدف ممكن يجيبوا فران من ديمين مكان زي ما بيعمل ريال مدريد هالفترة هاي فقال لا لازم أعمل شيء له علاقة بالثقة له علاقة باستنزاف الوقت له علاقة بالرهان إنه هدول مش عبد يرتدوا بسرعة قبل ما ينزل لي جونيور وهدول لازم أباغت وفعليا باغت صعد بشكل مفاجئ بشط ثاني أوله ضغط ما كان خائف من المرتدات لأنه عارف أسنسيو إسكو ما حيرتدوا عليه بشكل مخيف أيضا استغل الإرهاق اللي كان عند لازم ريال مدريد كان يوقف على الكرة ومن إحدى الكرات سجل أنا أعتقد هو كان صاعد معركة ثقة كان صاعد لاستنزاف الوقت ولو إجا القول أوكي وإجا له القول ففاز بمعركة شجعته ويحسب له هذا الشيء وهو مدرب ممتاز في السنوات الأخيرة مع السوسيدان ربما ربما الخبر الجيد الأساسي لريال مدريد اليوم اللي هو عودة بعض اللاعبين مثل فالبردي رودريغو يعني زيدان بدأ يمتلك بعض الأفكار قبل مباراة أتلاتيكو أن يقدر يستخدمها عن ناحية الحيوية والبدنية لأنه بهذا الوابع البدني لهذا الفريق لو واجه أتلاتيكو أنا متأكد ممكن بشكل ثاني يحمل نتيجة لأنه صعب تتخيل أنهم يقدروا يستعيدوا نفسهم تم استنزافهم تم إرهاقهم وجود لاعبين خيارات تقدر تستخدمها لو ما كانوا بيومهم شيء أساسي وهذا ربما الخبر الكويس الوحيد اليوم شفنا باختصار ريال سوسيدان منظم واثق بنفسه مقاتل على كل كرة وبنفس الوقت ريال مدريد معتد بيسيطر ما بيسجل بضيع فرص بعدين بيطلقى هدف ريال عمير رادة فعل إيجابية رفع السرعة كثير في نهاية اللقاء بعد دخول البدائل ضغط وقدم لاهبيه بشكل كبير لأنه لعيبة سوسيداد أيضا استنزفه خلال اللقاء فقدر يحصل التعادل ما بقدر أحكي أنه السوسيداد استحق الخسارة وما بقدر أحكي نوريا مدريد استحق أنه يخسر أيضا التعادل يبدو ليه بناء على معطيات كل واحد وأدوات كل واحد تعادل عادل السعيد الوحيد فيه 100% دياغو سيميوني وبنصل هون لنهاية حلقة سلبي مدريدي اللي فيجيكم مني أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا اتبعونا على قناة سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله